اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهنية اللي هي مادة اللي هي درس المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة تعد المشروعات الصغيرة هي احدى الدعمات الاساسية للاقتصاد الوطني تعطي الدول المتقدمة والنامية على حد سواء اهتمام كبيرا بها وذلك لمواجهة البطالة ايضا توفير فرص عمل لزيادة الدخل ومن اجل رفع مستوى معيشات الافراد طبعا قيام هذه المشروعات واستمرارها وازدهارها يحتاج من صاحب المشروع اولا قيامه بجمع المعلومات بدقة للتخطيط والتنفيذ السليمين ايضا ضرورة الانتباه لمكونات دراسة الجدوى والتركيز على مفهومات الجودة وضبطها ايضا على صاحب المشروع ان يقوم بمواكبة التطور التكنولوجي وتسخيره على نحو يساعد المشروع ويحافظ على ديمومته طبعا كيف تبدأ انت بمشروع خاص فيك ايضا لماذا تهتم الدول بتشجيع المشروعات الصغيرة وما هي متطلبات نجاح المشروع هاي الاسئلة كلها باذن الله راح نجاوب عليها في درسنا المشروعات الصغيرة طبعا يحلم كثير من الناس لامتلاك مشروع صغير خاص بهم يتولون ادارته بانفسهم ويحققون ارباحا لذلك وذلك من اجل تحسين مستوى رفاهيتهم التخلص من القيود الوظيفية طبعا لكنهم يواجهوا عقبات تحقيق عقبات تعيق هدفهم لانشاء المشروع طبعا هاي العقبات تنتج نتيجة عدم المامهم بكثير من الامور اللازمة لانشاء المشروع وتثبيته وتنميته ايضا افتقارهم الى العديد من الخصائص والمقومات لذلك لابد ان نتعرف الى عالم المشروعات الصغيرة مفهوم المشروع الصغيرة طبعا المحال في الاسواق اغلبها بتكون عبارة عن مشروعات صغيرة بدأت بصفتها مشروعات صغيرة على الرغم من تعدل انشطتها الا انها اشتركت في صفات عدة تميزها عن المشروعات المتوسطة او كبيرة الحجم سواء كان ذلك من خلال رأس مالها او من خلال طبعا عمالتها طبعا كل الدول والمؤسسات الدائمة للمشروعات الصغيرة اختلفت في نظرتها الى المشروع الصغير وطبعا اجتهدت كل منها في وضع تعريف خاص تكون معتمدة من خلال هذا التعريف على مجموعة من العوامل اولها اللي هو نشاط المشروع ايضا نوع العمالة وعددها ايضا كمية الانتاج اللي رح تكون في هذا المشروع تعريف المشروع الصغير طبعا المشروع الصغير هو نشاط او عمل منتج يدر دخلا ويتسم بالمحلية يكون محلي محل ما انت موجود طبعا ولا يحتاج الى عمالة كثيرة او رأس مال كبير وهو لا يضمن على الاغلب انفصال الادارة عن الملكية اي ان صاحب المشروع هو يكون مالك المشروع ويديره في نفس الوقت طبعا تعريف المشروع الصغير تعريفه كثير مهم حفظه طبعا لانه رح يكون طبعا طب حيكون طبعا سؤاله قد يكون سؤال وزاري بالنسبة للا اهمية المشروع المشاريع الصغيرة في المجتمع وفوائدها اهميتها تكمن اولا في تخفيض نسب البطالة بين الافراد كمان في عنا من اهمية المشروع الصغيرة في المجتمع اللي هي تحسين مدخيل ملكي المشروع والعاملين فيه ايضا تحسين اداء السوق ودفعه نحو المنافسة طبعا نرفض وزيادة المشروعات المتوسطة والكبيرة بحوائجها محليا استثمار رؤوس الاموال محليا سنتعرف على دورة حياة المشروع طبعا المشروعات الصغيرة هي مثل الانسان لها دورة حياة تبدأ بمجرد كونها فكرة لهذا المشروع ثم تأخذ هذه الفكرة بالنمو وتزداد قوتها حتى تتحول الى كيان قائم بذاته مثل الانسان اللي يحتاج الى الرعاية والغذاء حتى يبقى سليما كذلك المشروع فانه يحتاج الى مدير حاذق يسعى الى المحافظة على قوة مشروعه وديمومته طبعا اذا هذا صاحب المشروع قصر في شيء من المشروع او انه ما اعطى الرعاية والعناية الكافية فانه طبعا ما يلبف مشروعه ان يضعف وينتهي طبعا مراحل دورة حياة المشروع تنقسم الى مرحلتين رئيسيتين اول مرحلة عنا مرحلة التأسيس طبعا هاي المرحلة تكون مرحلة سابقة قبل البدء بانشاء المشروع تشمل الفترة الممتدة بين زمن تحديد نشاط المشروع وزمن طبعا تقييمه المرحلة الثانية هي مرحلة العمل هاي المرحلة تتمثل في خطوة التشغيل وبدأ العمل للمشروع وتمتد هذه الفترة طوال عنا عمر المشروع طبعا رح ننتقل الى التعرف على دورة حياة المشروع طبعا دورة حياة المشروع عنا تبدأ عنا بدورة حياة المشروع لأي صاحب مشروع لازم يحط في ذهنه ويحط في باله انه اول خطوة لازم يكون عندها هي تحديد نشاط تحديد نشاط المشروع الخطوة التانية اللي هي دراسة جدوى المشروع والخطوة الثالثة انشاء المشروع رابعا تقييم مراحل انشاء قبل تشغيل المشروع والمرحلة الاخيرة الخامسة هي مراحل التشغيل وبدأ العمل في المشروع طبعا هاي المراحل لدورة حياة المشروع بضرورة نحفظها بالترتيب الموجود عننا على اللوح او في الكتاب هنبدأ ان شاء الله بشرح اول مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع طبعا هاي المرحلة الاولى اللي هي تحديد نشاط المشروع اول طبعا اول نقطة بنسبة لتحديد نشاط المشروع عندنا ان هي اهم خطوة من خطوات المشروع وتعتمد عليها بقية المراحل هاي نقطة كتير مهمة لماذا تعتمد او تعد هذه الخطوة هي اهم خطوات المشروع وذلك لانها تعتمد عليها بقية المراحل والخطوة واهم خطوة من خطوات المشروع هي خطوة تحديد نشاط المشروع طبعا ما هو الاساس في تحديد نشاط المشروع طبعا الاساس في تحديد نشاط المشروع يقوم على تحديد حاجة الأفراد الذين سيستخدمهم صاحب المشروع رح يشتغل طبعا عليهم ويركز كل تركيزه على هذه الأفراد ويطلق عليهم اسم المجموعة المستهدفة المجموعة المستهدفة هي تركيزي أنا رح يكون هي تركيزي أنا في مرحلة تحديد نشاط المشروع طبعا يعني أنه صاحب المشروع يجب أن يبحث عما تحتاج إلي هذه المجموعة ويحاول توفيره لهذه المجموعة وبذلك يضمن استمرار مشروعه مثال استهداف المشروع السلع خاصة بالشباب من الفئة العمرية 17 إلى 25 أو فئة الأطفال قبل المدرسة باخد أنا مجموعة عمرية معينة سواء كان أطفال قبل المدرسة أو في مرحلة مبكرة من المدرسة وباشتغل على هاي الأفراد بشب إيش حاجاتهم؟ إيش متطلباتهم؟ وبكون تركيزي على كل احتياجات هذه المرحلة طبعاً من البديهي قيام المشروع على حاجة مستمرة للمجموعة المستهدفة وليست مؤقتة يعني شغلي يكون على هذه الفئة على حاجة مستمرة لهم وليس حاجة مؤقتة وتخلط أو تنتهي طبعاً فسر ذلك ليس بيكون شغلي أنا على حاجة مستمرة للمجموعة المستهدفة وليست مؤقتة طبعاً وذلك لضمان استمرار عمله ويمكن له أن يختار أكثر من فكرة أو نشاط لمشروع أنا بضمن لما أشتغل على هذه المجموعة المستهدفة وركز على الحاجات إلى هذه المجموعة وحاجة تكون مستمرة بضمن بذلك استمرار طبعاً عملي أنا كصاحب مشروع نحن نتعرف على تعريف المجموعة المستهدفة هي مجموعة الأفراد أو المؤسسات التي تتوافر لديها رغبة في الشراء من المشروع وقدرة هذه الأفراد على اتخاذ القرار ودفع ثمن السلعة أو الخدمة طبعاً تعريف المجموعة المستهدفة كثير مهم لأننا نركز عليه يتميز خريج الاقتصاد بامتلاكه معرفة ومهارة في تخصص معين من هذه التخصصات يعني تخصص خياطة الملابس تخصص التصنيع الغذائي والمنزلي والعناية بالبشرة وتصفيف الشعر ومهارات متخصصة برعاية الأطفال طبعاً كل هذه التخصصات هي تطبيقات مهنية تهيئ الخريج للعمل في مجاله مباشرة لذلك فإن هاي المرحلة من دورة حياة المشروع غالباً ما تكون معلومة لدى الخريج ولكن إذا أراد هذا الخريج أنه يقوم بمشروع بنشاط مختلف عما تعلمه فلازم يكون في عنده مصدر للمعلومات يحصل فيها على هاي المعلومات تساعده في تحديد نشاط مشروعه طبعاً تحديد فكرة المشروع أو نشاط المشروع طبعاً هو ليس بالأمر السهل لذلك يجب أو كيف سيعرف صاحب المشروع احتياجات الفئة المستهدفة أو احتياجات المجتمع لازم يكون عنده علم باحتياجات هذه الفئة المستهدفة أو احتياجات المجتمع بشكل عام كمان لازم فيه عندنا علم بالمصادر اللي بتساعد صاحب المشروع على معرفة حاجات المجموعة المستهدفة من هاي المصادر عندنا طبعاً بعض الدراسات والمعلومات التي تملكها وزارات مثل وزارة التخطيط بعض الهيئات التابعة لها عندنا المنظر الثاني بعض النشرات الإحصائية التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة بعض التقارير والمقالات المنشورة في الصحف المحلية استشارة قادة المجتمع المحلي كالمحافظ أو المختار أيضاً أي في عنا وهي التقدير الذاتي لصاحب المشروع في عنا كمان المؤسسات الداعمة والممولة للمشروعات الصغيرة المرحلة الثانية من مراحل دورة حياة المشروع اللي هي دراسة جدوى المشروع طبعاً بعد اختيار نشاط مقترح للمشروع لابد من دراسة للحكم على صلاحيته هاي أول نقطة عنا وكمان إمكانية تنفيذه على أرض الواقع إذا أنا أخلم أختار نشاط مقترح لي مشروعي لازم أركز من خلال دراسة للجدوى الاقتصادية لهذا المشروع أني أركز على صلاحيته أيضاً إمكانية تنفيذه على أرض الواقع طبعاً دراسة الجدوى الاقتصادية هي عبارة عن دراسة المشروع ومعرفة مدى فائدته وجدوى الاقتصادية بالنسبة لصاحبه أو للمجتمع عندي سؤال ما هي الخطوة الأساسية في تقرير إقامة المشروع من عدمه لو أقرر إقامة مشروعي أنا أو عدم قيامي بهذا المشروع لابد من أن أقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع المرحلة الثالثة من مراحل دورة حياة المشروع له إنشاء عنا المشروع طبعاً لازم نتعرف على مميزات مرحلة إنشاء المشروع أول ميزة لمميزات مرحلة إنشاء المشروع عنا أي خطأ فيها يعني خسارة الموارد وتأخير قيام المشروع أو عدم قيامه أصلاً أنه لازم أنا ما أكون في عندي أي خطأ في هذه المرحلة المشروع إنشاء المشروع ما يكونش في عندي أي خطأ لأنه أي خطأ فيها قد يسبب لي خسارة للموارد لهذا المشروع النقطة الثانية اللي أكتبه هم ركز عليها في مميزات مرحلة إنشاء المشروع اللي هي هذه المرحلة هي المسؤولة عن إظهار المشروع وعناصره وأجزاءه على أرض الواقع إذن هذه هي المسؤولة مرحلة إنشاء المشروع هي مسؤولة عن إظهار المشروع وعناصره وأجزاءه على أرض الواقع أيضاً إضافة إلى استخدامها للموارد المختلفة التي جمعت لبدء المشروع لذلك فهي مهمة جداً طب في عندي سؤال المرحلة المسؤولة عن المرحلة المسؤولة عن إظهار المشروع وعناصره وأجزاءه على أرض الواقع هي مرحلة إنشاء المشروع طبعاً السؤال كتير مهم وزاهري طبعاً لازم نركز عليه كتير منيح تعتمد مرحلة إنشاء المشروع على مدى كفاءة صاحب المشروع من خلال قيامه بما يلي أولاً لازم يقوم صاحب المشروع بتطبيق بنود دراسة الجدوة الاقتصادية التي قمنا فيها قبل إنشاء المشروع أيضاً على صاحب المشروع إنه يتحلى بيئة المرونة والذكاء فيما يخص التكيف مع التغيرات التي قد تحدث على أرض الواقع أثناء تشغيل المشروع أيضاً لازم يكون هذه قدرة على تذليل العقبات أو المشاكل أو المشكلات التي قد تواجهه ولم تستطع دراسة الجدوة طبعاً التنبؤ بها لأنه أحياناً التنفيذ على أرض الواقع قد يختلف وقد تواجه صاحب المشروع بعض العقبات لازم يكون فيه عنده قدرة لديه حتى يستطيع أن يتخطى هذه العقبات طبعاً ضرورة التنبيه لأهمية مراجعة خطوات التنفيذ سواء لتلك التي تم تنفيذها أو اللاحق منها طبعاً هذا المتابعة وهذه المراجعة لخطوات التنفيذ بساعدني على أتعرف على هذه الأمور التي قمت فيها كمان أتحقق من مواردها ضماناً لتنفيذها وفقاً للخطة المرحلة الرابعة من مراحل دورة حياة المشروع عندي مرحلة تقييم مراحل الإنشاء قبل تشغيل المشروع لازم أنا بعد إنشائي لمشروعي أعمل عملية تقييم لمراحل الإنشاء قبل تشغيل المشروع طبعاً يعاد التقييم مرحلة مهمة تهدف إلى الحكم على نتائج عملية الإنشاء من حيث مدى مطابقة في الموضوع في دراسة الجدوى طبعاً عادة ما تكون هذه النتائج التي تظهر على أرض الواقع مختلفة عما خطط عنه كثيراً أو قليلاً وذلك بسبب أنا أحياناً لما أكون أنا بدأ أنشئ مشروعي الأرض الواقع قد يكون هناك في عندي نتائج ظهرت مختلفة عما خطط له طبعاً طبعاً هذه النتائج أو هذه الأمور التي قد تظهر هي عبارة عن ممكن أن يحدث عندي تغيير في الظروف أو ظهور مؤثرات غير متوقعة طبعاً هذا الأمر طبعاً عندي هذا الأمر يدفع صاحب المشروع إلى إحداث تعديلات في بعض الأمور تناسب مع ما جده لديه من ظروف أو متغيرات أو عقبات طبعاً واجهته عندي سؤال علل غالباً تختلف التكاليف الفعلية للمشروع عما كان مخطط له طبعاً أثناء دراسة الجدوى طبعاً هذه التغييرات تظهر نظراً إلى تغيير أسعار المواد والسلع قد يحدث تغيير على هذه الأسعار أحياناً قد يحدث تغيير في جودة السلع المقرر شراءها نتيجة نقصها في السوق هاي طبعاً أحياناً هذه التكاليف قد تكون تظهر عندي في المشروع لم يكن لها مخطط سابقاً فلازم أن تبقى لها بشكل كتير منيح بعد ذلك في عندي أنا يعد التقييم النهائي ضروري لصاحب المشروع لماذا؟ لماذا يعد التقييم النهائي ضروري جداً لصاحب المشروع؟ طبعاً لماذا؟ أولاً كي يتعرف صاحب المشروع على وضعه النهائي يعرف وضعه في المشروع وينصار بالضبط أيضاً يحدد الخطوات التالية بعد حدوث تلك التغييرات يعرف إيش بديه يعمل لما يكون في عنده تغييرات أو عقبات واجهته أثناء طبعاً إنشاؤه للمشروع أيضاً لا بد يعد أن يكون لصاحب المشروع قدرة على التعرف على أثر هذه المتغييرات التي ظهرت في مشروعه المرحلة الخامسة من مراحل دورة حياة المشروع عندنا التشغيل وبدء العمل التشغيل وبدء العمل متى تبدأ مرحلة التشغيل وبدء العمل في المشروع تبدأ مرحلة التشغيل وبدء العمل في المشروع بمجرد انتهاء مرحلة التقييم لما أنتهي أنا بمرحلة تقييمة لمراحلة إنشاء المشروع بقدر دوري أبلج أو أبدأ بعمل تشغيل وبدء العمل إذن بانتهاء مرحلة التقييم أيضاً إجراء التعديلات اللازمة لبدء المشروع طبعاً هاي الأمور كلها طبعاً في هاي المرحلة طبعاً بقدر صاحب المشروع يكون جاهز للافتتاح وممارسة النشاط الذي وجد من أجله هذا المشروع طبعا لازم نأكد على الاستمرار بعملية مراجعة المشروع بشكل دوري وتقييمه طوال مرحلة عمله لماذا؟ لأنني أأكد على الاستمرار بعملية مراجعة المشروع وتقييمه طول مرحلة أو مدة عملي أنا في المشروع حتى أضمن طبعا بقاءه في الأسواق وجنه للأرباح غالبا ما تتم عملية مراجعة المشروع وتقييمه بعد فترة زمنية تعرف بدورة الانتاج طبعا هذه الفترة هي خاصة أو هذه العملية المراجعة للمشروع وتقييمه هي خاصة بالمشروعات الانتاجية مثل انتاج ملابس مثل انتاج النباتات الأسواق الاستهلاكية مثلا أيضا المواد الاغذائية كلها تهدف بالضرورة عننا إلى ملاحظة مدى نجاح المشروع أيضا التعرف على الفروق بين الدراسة التي سبقت التنفيذ والواقع العملي للتكاليف الخاصة بإنتاج السلعة أو الخبنة هالأمور لازم أنا أثناء مراجعتي للمشروع وتقييمه أني أنتبه عليها وأتابعها طوال عملية أو مدة عمل هذا المشروع طبعا ما هي دورة الانتاج؟ دورة الانتاج هي المدة الزمنية الممتدة بين بدء استخدام الموارد أو عناصر الانتاج ووجودها في العملية الانتاجية وظهور السلعة إذا المدة دورة الانتاج هي المدة الزمنية الممتدة بين بدء استخدام الموارد أو عناصر الانتاج في العملية الانتاجية ومرحلة ظهور السلعة أو الخبنة طبعا هذه المرحلة ترتبط لمرحلة التشغيل وبدء العمل ترتبط ارتباط وثيق بعاملين كتير مهمين أول عامل هي العوامل الخارجية المحيطة بيئة المشروع من جهة أي شيء يحيط بيئة المشروع أنا لازم أحطه بعين اعتباري وركز عليه في مرحلة التشغيل وبدء العمل أيضا ترتبط بخصائص صاحب المشروع وإن كانته قدرة صاحب المشروع أيضا قدرة مدير صاحب المشروع أن يكون مدير ذكي وحادق يقدر يتصرف طبعا بأي مرحلة واجهته من مراحل تشغيل المشروع أو مرحلة دورة حياة المشروع لازم ترتبط هذه العوامل بخصائص صاحب المشروع وإمكانياته من جهة أخرى طبعا يجب عنا إجراء دراسات أخرى في مراحل معينة من مرحلة تشغيل المشروع طبعا هاي الدراسات بتساعدني أنا كصاحب مشروع أني أكتشف أي تغيرات قد تحدث في السوق وقد تؤثر في نشاط مشروعي الصغير هلأ رح نتعرف ما هي التغيرات التي قد تحدث في السوق وتؤثر في نشاط مشروعي أنا كصاحب مشروع لما أقوم بإنشاء مشروعي وبدء العمل فيه قد واجه بعض التغيرات التي قد تحدث في السوق لازم أكون منتبه عليها كثير منيح أول نقطة عندنا هي ظهور منافسين جدد في مشروع قد يهضر عني منافسين جدد أيضا تغير في نمط استهلاك المستهلكين وهي الفئة المستهدفة كان تركيزي طبعا على حاجاتهم ورغباتهم أيضا فرض قوانين جديدة من قبل الحكومة وغيرها تؤدي لإحداث طبعا تغييرات بما يتلاء مع الظروف الجديدة رح نرجع للخص دورة حياة المشروع بطريقة خريطة ذهنية حتى تساعدنا طبعا على فهمها وحفظها بطريقة أسرع وأسهل أول لقطة من دورة حياة المشروع مراحل دورة حياة المشروع أول مرحلة عنها هي تحديد نشاط المشروع المرحلة الثانية هي تراسة جدوى المشروع المرحلة الثالثة تقييم مراحل إنشاء قبل تشغيل المشروع ومرحلة الثالثة عنها إنشاء المشروع وآخر مرحلة هي التشغيل وبدء العمل في المشروع طبعا عنا بالضرورة عنا لازم نحفظ ترتيب هدولة المراحل طبعا بالترتيب من رقم واحد لمرحلة الرابعة راح نعطيكم مؤشرات أو مفتاح لكل مرحلة من المراحل بساعدك أنه إنت تتحدد شو اسم هاي المرحلة بالضبط عنا أول مرحلة أو أول مؤشر باطيكية تعد أهم خطوة من خطوات المشروع تعتمد عليها باقي المراحل لما يحكي لك باقي المراحل تعتمد عليها باقي المراحل لازم دقيي أعرف أن المرحلة وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع لما يعطيك أن الحكم على صلاحية المشروع ويحكي لك إمكانية تنفيذه على أرض الواقع دقيي لازم أعرف أنه عنا مرحلة دراسة جدوى المشروع المؤشر الثال inventory بابنك أعطيك إيها حتى يساعدك تحدد فيه اسم المرحلة عندنا لما يحكي لك المرحلة المسؤولة عن إظهار المشروع وعناصره وأجزاؤه على أرض الواقع لما يحكي لك أن المرحلة المرحلة المسؤولة عن إظهار المشروع وعناصره وأجزاؤه على أرض الواقع دغري رح أقدر أحدد من خلال هاي النقطة أن المرحلة عندي مرحلة إنشاء المشروع المؤشر التالي اللي عندي الحكم على نتائج عملية الإنتاج من حيث مطابقتها للأهداف الموضوعة في دراسة الجدوى هذا المؤشر دغري بيساعدني وبدلني أن أحدد المرحلة لمرحلة تقييم مراحل إنشاء قبل تشغيل المشروع آخر مؤشر عننا اليوم يصبح فيه المشروع جاهز للإفتتاح وممارسة النشاط الذي وجده من أجله هذا المؤشر بيساعدني أقدر أحدد المرحلة من خلاله وهي مرحلة التشغيل وبدأ العمل من نسبة نتعرف على مجالات المشروعات الصغيرة الخاصة بالاقتصاد المنزلي طبعا يستطيع خريج الاقتصاد المنزلي الراغب في إقامة مشروع خاص به أن يختار واحد أو أكثر من المجالات الاتية بصفتها نشاط لمشروعه الصغير أول عنا مجال هو مجال التصنيع الغذائي المنزلي طبعا التصنيع الغذائي المنزلي في عنا فيه يضمن بسرى للحليب صناعة للمسلجات والأجبان والألبان والمعجنات المجال الثاني من مجالات مشروعات الصغيرة الخاصة بالاقتصاد المنزلي في عنا انتاج الملابس وتصميم الأزياء طبعا بتضمن خياطة الملابس مشاغل الأزياء والتفصيل المجال الثالث عنا مجال التجميل طبعا التجميل يتضمن صارونات التجميل مصفف الشعر وتنظيف البشرة المجال الرابع عنا من مجالات المشروعات الصغيرة اللي بقدر تخصص اقتصاد المنزل انه يتناولها عندنا تخصص تربية الطفل يتضمن هذا التخصص حضانة الاطفال والحضانة المنزلية اتمنى ان نكون درس المشروعات الصغيرة صار واضح وان شاء الله المرة القادمة راح نعطيكم اسئلة وزرية ونقوم بمناقشتها بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته